تظاهرة نظمها قراء مقاييس الكهرباء في محافظة كاركوك بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية لأكثر من ستة أشهر وإجبارهم على العمل في ظل جائحة كورونا مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالفيروس كما نحن وجراء اليوميين القراء المقاييس عددنا 600 واحد اللي فزنا عن طريق القرعة الرسمية يعني مشكلتنا الخمسة شهر بدون راتب نداوم وحتى يوم الجمعة نداوم والسبت نداوم أيام الحاضر نداوم وندخل بيوت بي كورونا يعني حس ثلاثة أربعة من عندنا مصابين بالكورونا مطالب شرعية لشباب انتظروا التعيين بفارغ الصبر موجهين نداءهم لإدارة دائرتهم ووزير الكهرباء لإنصافهم لكن مطالبهم لم تجد الرد المناسب لتحقيقها بتحويلهم إلى عقود وزارية لضمان حقوقهم أو حتى أن تسلمهم مستحقاتهم المالية طبعا نحن نطالب بتحويلنا إلى عقود أسوة بأخواتنا جامعة المحاضرين المجانين والعقود البقية وصاروا بمستحقاتنا يعني انصارنا خمسة شهر ما مستلمي تغربة معاناة لا تنتهي وانتظار دام طويلا مع وعود لم تؤتي أكلها فلم يجد الشباب إلا رفع أصواتهم لعلها تسمع حاكما أصم سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك